موسيقى موسيقى أهلاً بكم الأعزاء المشاهدين في حلقة جديدة من التابوت الموسم الأول حلقة سعيد جداً خلاله يكون ضيب عليه واحد من الفنانين الشباب المبدعين جداً صاحب صوت مميز أصار ضجة كبيرة لدى ظهوره الأول كان ظهوره الفعلي بشكل كبير ويتقدم للناس كان في برنامج أغاني وغاني كان بشكل أوضح أنا بالله مبسوط شديد أنه الليلة جاني لأنه له سنتين أنا بقدم له الدعوة وفي آخر لحظة بزوق لكن المرة دي والسنة دي يعني ربنا أكرمني وجاني لحد هنا زيكا مامون كيف أخبارك يا ربضان كريم يخ الله أكره كل سنو تطيب يا كيف أخبارك كل الأمور تمام أمورك رائعة كل الحمد لله مرحباك والله مرحباك والله السلام عليكم الآن أبو طبعا الفكرة العامة تحت البرنامج بشكل عام لو لاحظتها عندنا الجداريات دي دي كلها طبعا من الحضارة السودانية ملامح من الحضارة السودانية حاولنا أنه الديكور برنامج السنة دي يكون يعبر عن الهوية السودانية يعني 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 يتو كنجوم يا مامون دايما بحيث أنه يعني ما قعد توصله أو ما قعد تقيفه في الحضارة السودانية وتعرفوا بيها للعالم الخارجي يعني مثلا دول كثيرة من الجوار يهتموا بالحاجة دي شديدة يعني حتى الفنانون والنجوم يعرفوا بحضارتهم بحضارات بلدهم بتاريخهم بكده كده فأسألوا والتابحت يعني هاس دي كلها كلها رموز وكلها ملامك من الحضارات التاريخية فإنت ما حصل قبل كده قدمت حاجة في الحضارة دي لا أنا ما حصل ما حصل كتر خيرك إنت أسأرين ناس الزيدان دا الملك اسمه الملكة بادمان دا الملك تحارغة بتاع التابود دا الملك تدير الموز طبعا كلها بترمز ل حضارة مروي آيوة عندها عندها شبرات وعندها دلالات معينة فإن شاء الله بعد الحلقة دي تا يعني خط المضوع دا كده في بالك إن شاء الله طيب التابود بشكل عام بعدما مرنا بك المرة السريعة دي دا الحرم الأسود الحرم الأسود دي صنادي كويس بنمشي فيها صندوق صندوق تمام بعدما ننتهي منها بيكون عندها لتاني سؤال التابود دا برا كويس انت خاشي معانا الحلقة دي وعندك روحين يعني انت معانا في المقبر عندك روحين الروحين دل هتتجول بيهم في المقبر دي الروحين دي بتستخدمهم إذا في سؤال ما حبي تجول كويس نحنا طبعا حسب الضيب بندل أرواح نحنا أقصى هدنا ثلاثة أرواح بندل الضيب لكننا الضيب بندل أرواح ليه؟ يعني عزيتك برضو في طبعا دي واحدة عرفتها على حسب الضيب على حسب طبعا لكنه الضيب بندل أرواح تمام تبجين نبدأ طوال بصندوق أولا نشوفه شنو طيب أول صندوق في الهرم طيب دي مجموعة تأزيلة استخرج الاسم المختلف تمام سؤال الأول أحمد فتح الله حسين الصادق منتصر هلالية دارك تطلعي اسم مختلف بالنسبة ليك أنت وتقول لي ليه أنت اخترت الاسم إنه مختلف من التعنيب طيب أنا ممكن أقول ليك حسين الصادق حسين الصادق ليه حسين الصادق حسين لأنه يمكن يكون من أوائل الناس اللي احتكيت بهم في الوسط الفني في عاني وغاني 2017 فرغض النبي وعلاقة طيبة شديد يعني وكلنا نزل حبا ابنا لكن يعني بصورة شخصية حسين الصادق حسين الصادق حسين علاقتك بيه برضو علاقة شايف ظهر تمام في كم حفل وكنت قريب منه وكتير كده في بداياتي هو ذاته كان يعني من الدعمين ليه في البدايات لكن ثاني فصلت كده بيكيت ما متواصل شريك لا لا متواصلين والله بس هو ما فيش يعني هو ما فيش كامل ربنا نشوف سؤال ثاني الديني سؤال ثاني نص الصندوق نفس الصندوق هنكملوا الى الثلاثة دير طيب ما تشيلوا مرة لا 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 تشيلوا انت بيدك طيب استخرج الاسم المختلف مرضو عوض أحمودي اسماعيل عبدالجبال سعد الدينة طيب بالتأكيد هن غلوا موسيقين واي زول اي أساس هن عنده آلة موسيقية ومعينة بعزيفة ما بتشبه الثانية لكن بالتأكيد الثلاثة عندهم معك حكايات وعندهم معك قصص وعندهم معك تغدير وكذا فنحنا دائرين نشوف منه فيه هنا الممكن ان يختاره مامون انا في اثنين عندي معهم قصص ومعارف اختار منه فيه والله طبعا واحد احنا عندنا واحد تدلان فتطلع واحد لازم واحد عندك روحين برضو ممكن تستخدم رفع مبدري ونشوف البعصة الشهرات طيب انا بقول ساز عوض عوض حمودي لانه هو اختار الاسم بتاع مامون سوار الدهب بالله في الاول ارنايج في دروب محبة ايوا فقال الله تعيبني اسمك منه بالكامل تنالا مامون محمد الفاتح مامون عوض عصمان سوار الدهب قامت تصرق السكة دي كلها مامون سوار الدهب ايوا تحية ليه والله تحية ليه صباح عوض حمودي ولكل الاساد ساسمائل عبد الجبار وساس عبد الانطب باقي ورق واحدة حجيرة لك طيب اخر سؤال انصاف مدني نضى القبعة هدى عربي هدى عربي هقول هدى عربي هدى عربي لأنه بتربطني بأعلاقة شخصية برضو يعني يمكن أنا ساز الندى ما حصل لاقي اذا أو يعني ما عندي مع علاقة شخصية بصطف مدني برضو كذلك مني تعاقى لكن ما عندي معها علاقة شخصية يعني فبقول هدى لأنه هدى هدا هل عفتك إنت أقرب فيه هدى عربي أقرب به هدى عربي طيب انت هنا من أول صبوب لكل الأروح ماشي كويس حافظ على الروح ما بكلام تشوف التاني الصندوق التاني فيه جارورة برضو فيها وارك هل أفتح ونلدي وبرضو حتشيط شاب خديت بوعد كده وماشي عليك كده لكن اتجاوزتوا كده البصير يا مولانا القريب ده بيته كده كله بلو الأحمر هاشيرونا الثلاثة برضو طبعا طيب دية اسم الأزئلة المباشرة ثلاثة أزئلة المباشرة تمام أول سؤال ما مصور الذهب أنت متهم بنقران الجميل وعدم تقدير الشخصيات التي وقفت معك في البداية شخصيات ممكن تقول كتير جدا وقفت معك في البداية لكن انت ما ما بدلت التقدير ولا الوفاء يعني كان مديري العمال كان أصحاب كان ملحني كان شعر المهم ده الكلام اللي بتقال فجأة بيجا ما في البداية كان لكن تاني بيجا ما أمور طيب دل الاتهام صح وين الدليل على الاتهام يعني على مبني آيات ديناسة متوارة ون أرده عندك ناس بترجيذة كانوا أحب بيجا ما أفتك بوين شرف ديدة مدير عمالك اسمه كان أول مدير عمالك نادر الناس دي أنا قريب ده سوكنا قريب ده أنا لقيتهم كلهم شرف ديدة أستاذ نادر شمو لحد دي قريب ده سي قبل كم يوم في حين الطنطن متعساه ونلاقيته لقيته صدفة لا يعني ما هو بعد ده كل زور شاف حياته طيب إنت الناس دي وإنت وإنت معترف إنه الناس دي ناسكو تاربوا فات معك في البداية صح مهم ما في حاجة يعني ما في اليدة الوحدة حتى صفي إنت عندك وفاء يعني حاسي أنك من جواك كده مختنى عندك انتظور عندك وفاء إنت مختنى؟ إنت مختنى؟ إنت مختنى؟ أنا خلينانا لما إنت سؤالك عارفه أنا برا الرصة أنا بس ألتك إنت من جواك حاسي إنك مختنى عندك دول كويس كده ومنح درنا تطلع من هنا إنت درنا تطلع رأيك أسمع وإنت زالك مصالح مع روحك كويس معك وإنك إنت قلت الحقيقة يعني حتى لو في أي حاجة إنت دفرصة برضو مناسبة وشاهر كريم إنك تعافي ناس تقولون يا أخو والله يا أخوان أخو لنا مثلا ما توصلنا معاك ونظروا في الحياة لو أنت زال كويس أنا زال متسامح وزال متصالح مع نفسي شديد ما عندك مشاكل؟ ما عند أي عداء معاي يزول تحفظ الجميل؟ والله لو ما بحفظ الجميل في حيات كثيرة يعني ما بتكون حاس الله استحاليها طيب الناس قعد تحفظك الجميل ما كل الناس ما كل الناس ما كل الناس أكتر حاجة كده ممكن تكون هزتك شنو في القصة بتاعت عدم حفظ الجميل يعني بالنسبة لك صدوتك كده وكانت هزتك كده وحسيت إنه يا أخوان يعني بالجد الحاجة ده جعتني شديد يعني في فترة كان عندي مشاكل مع صدقائي المؤربين يعني فكلام ده طوّر لي و سنين فتي كان بالنسبة لي مشكلة حقيقية يعني نكي جاوزتها الحمد لله جاوزت مساحتهم ولا صالتهم؟ لا جاوزتها جاوزت المحنة مش جاوزتهم هم اللي جاوزوني أنا بقول لك هم اللي جاوزوني هم اللي جاوزوني طيب شوف لين تاني سؤال ده الخديثة ببالده ها ده 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 هنكيت ما حتختاره الخديثة 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 طيب عندك روحين إنت عارف دول بقول لك السؤال ده أنا في حاجة أقولها لك أنا بفترض دايما إنه الحاجة دي بتاع مواجهة كده هم يعني أنت حتى الروح اللي بنا دي للناس دي أنا شايف النظام ما يستخدمه عشان هو يقدر واجه الحياة اللي بتتقادل لما تستخدم الروح دي وزحرنا السؤال ممكن تسبد عليك الحاجة أكبر إنه في حاجة طوال يا رحم أنت متهم بأنك صاحب مغامرة بعاطفية وعلاقات نسائية متعددة يا لطيف ولعل هذا ما يفسر التواجد الكبير للجنس الناعم في حفلاتك يا لطيف هم أنت متهم دايما أنت متهم دليلها شنو نجيب عليك واخدها لك إداما بعدك أنت بتغني على الناس دم في الاتهامات أو يستبت أكبر عليك أنت صاحب علاقات نسائية متعددة مغامرة تعطيتها حفلاتك كلها بنات أغلبة مليانة الناس ممكن تكون ارتكزت على الحاجات معينة عرفتها؟ بعدين تأمون صوتك ذاته ما الصوت الحنين داك عرفتها؟ نسائي صاح؟ لا الحنين تكون شيئة البيجيب للمناد عرفتها صوتك ذاته صوت جهوري صوت قوي وكده القصة دي أنا والله مادر أقول حاجة أنا دارك تتكلمي أنا سكت والله طبعا دا يعني اتهام باطل اتهام باطل ها؟ اتهام باطل والله ما في كلام زيده لكن لا ما بنفع يعني وجود النساء في الحفلة دي ما بنفعها لكن هي الفترة الأخيرة شوية قلة الحاجة دي لكن ما زالت موجودة يعني دي أنا بعتقد يمكن يقول لك يعني خيول ما عارف ما فسخ يمكن دي حاجة الجاذبة البنات يعني لكن ما.. ما فسخ طبعا دا اتا 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 القصة بتاعت ما فسخ دي يعني يعني انت ما تسخدمت اي كي حاجة بتاع التجميل والقصة الزيد الصح نهاية كلك نظريات أسمح ولا فكرت ولا جاك فضول كده لا لا ولا عقلتي ولا أهلي ولا مجتمعي ما بتسمح بالحاجة زي دي لكن الفنانين بيقبلوا أحيدي كتير شئ والله يبعد داك على حسب الغناعات حسب البيئة اللي التا قايم فيها وعلى حسب عغلتك ذاته ومستوى تعليمك ذاته واصل وين حيات كتيرة يعني طيب خلقا نرجع برضو عشي ما طلع من السؤالنا بتاع اللي جاستان لطيبه المغامرات الله طبعا دا بس دار عندي فيه نقطة دارك بصراحة جدا غشيت كم بيت يا ماما؟ دا والله يحاشل وحيات الله والله عمري ما غشيت بيت بتدعمل طيب مع المعجبات كيف؟ البره السلوك؟ هل بترود عليهم؟ ترود عليهم؟ بدايمة تحب العلاغة تكون مثلا في حدود؟ أنا لا تحب العلاغة تكون في حدود يعني حتى المعجبين حتى الأصدقاء ذاتهم حيات تكون محدودة في حيات معينة يعني 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 ما تمشي ليحيتها ويكون الزول ما ما يفهم سعبات وما ولا الزول ذات وتاني يفهم غلط وفي ناس بيفهم غلط يعني بيفهم غلط دي وفي معجبة ممكن تكون قبل كده عملت ليك يعني دخلت فيك كده خلعة كده ممكن تكون دخلت فيك حاجة خلاب نرجع للموضوع ده لكن خلينا نطلح فاصل واصلا بقيلنا سؤال نمشي ونجي فاصل ونرجح ثاني خليكم معا اهلا بكم ولازال مشاهدين مرة تانية ولازالنا مع مامون سوار الدهب مرحب بيك مامون مرة تانية سيد الحمدين بيش الوجر العظيم حبيبي وقفنا في نقطة بتاعت المعجبات خلينا نكفي للسؤال ده نمشي للسؤال الأخير ده نجاوبه وذلك سؤال مباشر حاليا قلبك مجغول عندك عاية بتعيش في حالة بتاع تحب حاليا ولا ولا يا مامون انت برضو خاتل قصة بتاعت انك تعمل علاقة عاطفية دي حاجة بعيدة والكلام ده بصراحة جديدة بصراحة جديدة لكن انا بقيل قلتك انا ما عندي الغجريش يعني انت بتحب حاليا مامون عندك علاقة ما عندك علاقة نهائيا نهائيا طيب خاتي فكرة بتاع الزواج بتين كده تغريب ولا ما خاته لانا كنت خاتيه زي المعيد دي لكن خاتي الرياح بمالا تشتهي السبب الرياح جاو شو مالا منعش في ذلك يعني حيات كثيرة كده لا حيات كثيرة انت خيب الملاصمة تخسر المعجوات وكده ما عندك فهم زي ذا كده طيب المنعشينو بيمنعشينو ما شاء الله ما عندك مشكلة لا لا فيه والله مشاكل ما مرت زاد وبكون ما في جسمة ما فيه الناس ما اتفقت حيات كثيرة تحصل عدين انا خطبت قبل كده لا اذن؟ قبل ثلاثة سنين بالله؟ يعني عندي الفكرة دي مبادلة طيب ما لك ما الجسمة ما اذن اذن تمام اشوف اخر سؤال طيب اخر سؤال عندنا في الازل المباشطة ما مو سور الذهب لا تضعب للمسرح للغناء الا بعد ان تتلقى موكالة من الشيخ اللامين بين غوسين ارفعلك فيها الفاتحة قالوا ما بتطلع المسرح الا شغلمين اديك الفاتحة بعدك تطلع المسرح تعانو هنا لكن لو ما ليحقك بالتلفون ده موكت تدخر عادي تطلع الساعة 10 الساعة 10 وده سبب تأخر حفلاتك دائما تصعودك المسرح مدخر كن منتظر المكالمة شكلك ولا اشنو عادي فاتحة انا نسوال عجيب ده ما فيه كلام ديه نهايي؟ نهايي شديد ما قاعد تصابر المكالمة من شغال الامين يعني كده وتاخد الفاتحة ديه وتخش دا انا ما فيه كلام ديه دا انا خشي غزوة كده كاللي بشكل سريح كده عن انت زاتك انضمامك لشغال الامين الفكرة كانت كيف يعني انا بس بردار عارف عن الموضوع انا اساسا انضمام ليش شغال الامين يعني زي بالفطرة كده لانه خالي اللي هو المربيني وكان معنا في البيت معه من بدري فانا ميلين احنا صغار يعني معه شغال الامين ابتدامين ساتة ابتدائي ما هسي بعدا هون فبس يمكن الناس اكتشفت الموضوع هسيا وشافت الفيديوهات مؤخرة لكن انا من بدري مع هذا الرجل يعني تقاعد معه اقدامية ما قناعه بالحاجة اللي هو دا داخله بيده شديد انا جيت اقدامية انت مختنع بكل الحياة مانا هو مختنع سواني انت مختنع بكل الافكار بتاحته والحاجات اللي بقدمها والرصاصة والميلاد والحفلات يعني الحاجات دا كلها ما عندك فيها شايف انها حاجات عادية يعني هيا الناس ممكن تقول يعني قولك انو دا شيخ ما مفروض مثلا يدعم اللي ومسلا ايد ميالات فيها حاجات مرض بتجع عرضية الناس بره ما عارفة سبب شنو او اذا عملت لي او عمله منو فبدي هاجم وخلاص هو بتحتور واحدة الداعمين لمشوارك بالفن ممكن غنى واحدة الداعمين بالمال ولا بالراي ولا بشنو بالله بالراي ما بالمال دا حمد الله ما 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 رجل كبير لا يلت ليك في بالجمهور برضو عمار احيان يعني في حفلاتك لاحظت بيجو يعني في كم حفلاتك لاحظت انو بيجو كمية من سبحان الله الصندر في بلد وخشب لا الصندر في بلد وخشب سبحان الله كيف؟ يعني انا في المزيد بعتباري واحد من الاخوان يعني قصة فنان دين هائمة ولا فراسون فراسون هم عادي جدا نحناز قمنا سوي لكن في الحفلات قلت لك بيجو بيدعموك يعني لا ما دايما اخر حفلة اخر حفلة انا قلت ممكن اكون قاعد فيها جو زي نهاية الحفلة مريدين كده انا اخر الحفلة اه لكن ما لدرجة يعني يعني عفلات هي بتتقفل ما شاء الله الحمد لله بجمهور حقيقي يعني ما ممكن نصه كده بديك العافية صح؟ كويس تدخليني نشوف الصندوق التالي نشوف الصندوق التالي ده كويس؟ طيب ده فيه لا ده سؤال اسم سؤال اللعنة ده بتشيرو انت وبتقراو ده نازلوا ليك ما زهروا ليك ما ده نازلوا ليك قولي رجع السؤال ده محلو وخدينا مشي البعدي وعندك والله عمط الله تخشاك تخشاك ما عجبك؟ قولي والله ما عجبني انا رجحت السؤال ده ونشوف يشوف الصندوق التالي ده ريت ناغشوه بني ناغشوه ما عندنا مشكلة ده سؤال ده سؤال دينا نقراوه بعد كده اه سؤال نقراوه طيب رايك بصراحة في انتشار ظاهرة القونات واغنيات المغارز مع العلم انك مستمع جيد لهذا الاغنيات لحاول الله دي ما في الكلام ده مستمع جيد دي من عندك بيض الطريقة مع عشان انا عجبني شيحتك عشان قد قلت انا زاد شنو ابرك طيب قد قبل ايحيا قاعد تسمع الغنة ده قاعد تسمعه في العربية بيشغلوا كده لا ما بيشغلوا لكن ممكن القشق غال في عربية ممكن الراقبين معاي يشغلوا يبقت حاجة يعني زي اقول لك شنو زي طرفيه كده بالنسبة للناس طرفيه اه يعني اللقاع بتاعهم وطريقة الغنة وكده من الغنة دي بتعجبك من بتسمعها كده 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 مخضوب لا ما ده سؤال وانت قلت قلت انا ما بيشغل لكن لا بتعرفت نظرك يعني بتقع عليك بتسمعها كده وحاسن صوته جميل وكده والله هو فيه من ناس صوتهم جميلة شديد من الناس مثلا مثلا ممكن اقول لك مروة مروة الدولية مروة الدولية هم عشة برضو صوتان This is the most in this MARTIN ووم نعم يعني اكتر انتشار كده لنسبة للنباب وطبعا ذاتهم بالمناسبة وہ شريحة زيات للفنانين بالمناسبة ايضوا يخذتكم بجنبة كده يعني بقت مسيطرة عليه على الساحة الفنية ارويا بتالعدادات واللاراشوا والحفلات واوو carr لتوبج أيضا كده يعني احدادتكم صراحة بكلام حقيقي يعني كيه ما عندو علاوة كيف ما عنده علاوه؟ حاليا الشريحة المستأسي ده على ساحة التنية سوال واحد بس عرثة كده محمد دين ديش ممكن عيل الناس يعني أهلك والشوفاء والنسوان في وسرتك والبنات يكونوا دارين الهاجيج اللي هو شنو؟ الغنى بتاعدي الغونات زي ما بتقول لكن هل انت ممكن تجيبها في ليلة الدخلة؟ ليه مارون عيم و شنو؟ مش عندهم عيب يعني زي الحتة الصح الزول الصح في الحتة الغلب زي الزول الصح في الحتة الغلب يعني انت في النهاية ده الحفلة تكون مرهبة ومهجية وكذا لكن تحتاج انك تجيب لك فنان اللي هو يعني يغنغون جادي للناس اللي انت حيكونوا قاعدين قدام عمك وخالك وجدك يعني هم عندهم محتوى نقول بالوضع هو عندهم محتوى لكل شريحة معينة شريحة معينة شريحة معينة شريحة شنو يعني ما عرف شريحة معينة شريحة شنو طيب يعني شريحة معينة ممكن من الشباب يعني ما بتلقلك زو لسي شايب كده بيسمع 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 حانا هاي الرئيسية الرئيسية لا بخليها لا بخليها جي برخاطر كذا لكن ما مختلف لما أنا بكون جاي بزول صح لا لا ما في زول بسي نفسي غني عرسك بالبراكب طوار يا الله جي برخاطر صح لكن ما غنع الله تيجي طوار أنا في بداية الكلام أنا في بداية الكلام أقول لك الناس ديال الناس فنانين أصواتهم جميلة لكن المحتوى شوية فيه يعني كلنا عارفين شوية خلل يعني أنت في النهاية مؤمن أنه هنا أصواتهم جميلة ومواهب لكن المحتوى اللي بيقدمه فيه مشكلة فيه مشكلة حقيقية طيب تمام ده صندوقين تاني منه بجلنا صندوق واحد صندوق الكبير ده ده دخل اللي جوا معلش دخل ده بجلنا صندوق واحد نشوف صندوق الكبير اللي جوا تمام؟ طيب يعني كم هذا العربية هو العربية دي خلو ما حقولي يا أخي تو حياتي خوانا حنورر لكم واحد واحد حيشيل واحد واحد ويادينا الديني هنا صندوق في فو كم حي أي حي بتوديني لحتة أي حي طيب ده مفتاح ما عندي بيت مفتاح عندك بيت الحدس ما عندك بيت معقولة كيف ما عندك بيت عندي بيت ملك ليه محمد قولي شئ بتودا قولي شئ دي تاتر العدادات والحفلات والقصص والحفلات بتودا وين يعني العداد بتاعكم الوعد بغنب مليار ونصف اثنين مليار العرس بتودا وين داير البس ودائر إركب عربية ودائر ياكل وشرب بير المزئوليات اللي تكونوا ما عارفنا في ظهروا انتم ما عارفنا لكن الدخل عالي شديد يعني ما شاء الله تباركب الدخل عالي لكن الصرف عالي برضو الصرف برضو عالي النسبة للفنان معنا الليلة ممكن الزول عادي يعني بمشي حالي بايشي في اللبس في يعني في الرقوب في أي حاجة يعني بمشي ما بزول مركز معاي ما بزول لكن الفنان دا لازم يلبس لازم يركب زي الناس لازم يكون حلاق وزاد ويكون غير سبحان الله يعني الزول العادي مش يدفع في الحلات مثلا لو افترضنا انه يدفع ألف جنيه الفنان يدفع سبع ألف جنيه فعشان دا فنان فالمنصرفات عالي طيب دا ما سؤاله هو تيجي 2 سال لكن برضو خلي دون دا استمعك فيه المفتحدة بيفتح لك قلب زولي تعرف الجواه شنو هتفتح قلب منه من الناس شخص تفتح قلبه تعرف الجواه تجاه الشنو ما صعب لانه ما عنده يعني انا ما عندي له اجابة لا بالتأكيد حيكون في ناس كتار جدا في الحياة دي انت وكفى انت شايفهم قدامك دا ارتفتح قلب واحد بس انت عرف الجواه شنو حقيقي ما حقيقي بيكذب عليك لا والله بغشك يعني بيحبك بيكرهك كده داعمك ما داعمك كده اشيلك روح ونمشي لحياة بعد يا لا ما روح يعني لك لا هم ممكن مرفوض ساياة لازم لازم يكون في زول في الحياة يعني انا لو قلت لي ممكن اجاوبك انا رسالة السؤال دا بجاوبك انا بقولك والله انت عندي فلان مسلا والله انت عندي زول معينة اي والله دا عارف داع واخرو دا جواه شنو عرفتا دا عارف ميدوداء داع واخرو داع شنو انت عندي هده بسيطة اما ممكن افتح عقله واشوف فكر كيف عقله؟ لا قلبه عقله عن دارة قلب قلب دارة داخل بيدة الاسرار طيب انت فكر خلينا نطلح فاصل واجيك راجع تكون فكرتها تمام؟ فاصل ونرجح ثاني خليكم معا موسيقى احنا عمي راجع اشعر الملمسيقين موسيقى 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 اهلا بكم اللي زال مشاهدين فى القسم الأخير من برنامجنا ولازلنا مع مامون سوار الذهب وليس معنا مفتاح وماعدر يفتح لنا باه وقلب زول عشان احنا نظرنا نمشي شو بقي حيار ندي فالهدي ان تلق لي حال الموضو ده يعني المفتاح ده ولا شي لك روح انا شايف انتا شير روح تمشي للبعدي انا في الخواتيم افرد لينا وشك افتح لينا قلبك دار تفتح بين المفتحين قلبك انا دا انا والله قلبت اياك في كل الخير والله وكل الحب وقناعات يعني من زمان اتا عارف الكلامنا من زمان بدل يعني من الموضب في حيات كانت في حيات كانت في مسجوارك الفن دا غضب كثيرة جدا جدا لكن اتا الحمدلله قدرت تدارك وطاني زي ما يقوله ركبت الشارع صح يعني قربت تجلي كده في فترة من الفترات لكن تاني الحمدلله استعدلت ومور ومشه انا ما عندك اي حاجة انا لا ما عندك ابيض 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 ضميرك انت دا شلت لينا باقي الهاتج دا حتوديونا شباب مكتر شلح اي تاني طيب انا دي محييراني ولاع طيب الولاة دي تولع باس جارة ولا تحريك باس ور طيب خير ولع سجارة بισكوة ق Spaß ق talented هي اخوانا قدل اي شنون يعمل مشغالي ماشر غالي ناظري اخوانا في حاجات لا 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 لاじゃない كدأ لا 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 اسمح كلامي أسمع كلامي، نحن معين هناك أتنظر ما أبدو لعمل قصر نحن معين عملي قب ولا أبدو لحعمل قب قريبت عندك، قلت لك رواح تشيلة أبدو كذاب، لكن أنا أطلق كذاب لا، أنا ما أضغط، أنا أديك رواح، إنت مادر تشيلة رواح ودر تمشي لحد الحلغة نهاية الحلغة در تمشي، إنت در تطلع من هنا تقول أنا ماشي لتروح يا أخو باسيف يخوانا كلامنا مسجل إحنا شغالين إحنا أضحك ده كله موجود يعني عادي ما في مشكلة باسيف؟ أصلا أنا زافي الدولة خليتك، أصلا بيه باقي خليتك لا لا تيمة، لا 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 أدي العية تالي طيب، ده ستارتر بتاع لبة إنت فنان منور أنت كفنان منور، زي اللمبة دي تمنور لكني رم عندها ستارتر لو ما ركي في اللمبة دي ما تتنور خواس؟ داري نعاري الستارتر بتاع مأمون سوى ردها منو؟ الشخص الحقيقي بيخليك تنور منو والخلاك أصلا مأمون زاد ممكن نسموه الإستارتر بتاع مأمون منو الخلاك دي ممكن لكن، يعني أنا اللي اكتشفني أول من الأول قال لي يعني صوتك دفيه حاجة كويسة صحبي صديقة طفولة أبحيه من هنا ياسين طه ممكن نكون الإستارتر لكن حاليا ما في زول بيعين وكده تنور داريك تعلم براحل طاقش مصير طاقش مصير طاقش مصير ما عندك ستارتر نهاية؟ ممكن أن تكون دي حاجة غلطة يعني لكن ده الواقع إذا أسرت ابنون من الفنانين كده طيب صراحة كده يعني إذا أسرت ابنون من الفنانين ممكن نكونوا موجودين في الساعة زمان ولا هسة؟ والله في بداياتك وكده وهسة وكده بشكل عام يعني الزمان كنت متأثر في أغاني وغاني بعاصم وجمال جمال فرقور؟ عاصم والبنة كنت أسمى عليهم فوارة بالذات الصناعيات حاليا؟ حاليا محمول عبدالعزيز محمول عبدالعزيز بيجب تسمعه كتير ومتأثر بكتر ما غنيت له لك يا محموم بشكل كده وعضحي يا محموم بتخاف كده منك تردد هنا ومش؟ والله هو الخوف هو أشوف أغاني محمود صعبة كأداة ذاته غنيات صعبة يعني ما سهلة محمود زول كان يعني ربنا أداه حاجة كده براوة غير أنه صوته التصنيف يعني الصوت المميزة شديد فهو كان أسطورة حقيقية فالناس الأوجة مهور وما بيرضي ما بيرضي يجيب غناءه هو فعليا ما بيرضي يجيب غناءه في نفس يعني محمود ما يفعله يغني هو ربنا يرحم وغفر الله إن شاء الله بسه دين حاجة يعني بقليت حاجتين تغريبا مش؟ ما يديك دي ثاني دي ما شيرنا خلاص دي ما ديرنا خلاص دي ما ديرنا خلاص حريبك السياء طيب درغم درغم واحد نمبر ون حاليا في ساح الفنين منه من الفنانين الشباب تحديدا نمبر ون نمبر ون جمهورا نمبر ون والله يا أخي والله إذا دي بتغييمين تو بتحددوا وبتديني سيم نمبر ون في الساحة الفنية حاليا من الفنانين الشباب في لان انتهينا نشوف المقر نيات يجيل طيب والله فنانين الشباب وكتلك أنا ما داري شباب يعني يعني معروفين فنانين الشباب دي هنا دي كسامي لا مش أسامي يعني فنانين شباب دي المسلا يعني جمال فرفور محسوب مع الشباب لا جمال طلعو جمال ممكن تحسينه مع معروفين معروفين الديني من الديني الشباب يعني يعني من مجيل ناس أحمد وحسين يا أخي دخي الجمال ما مشكلة أقولك كلام إنت دار تدخله دخله رفت أقولي ده بتغديري أنا شايفه دون نمبر ون في الساحة الفنية إنت تعب بتحورني كده وبتحورني كده وأنا حاسيبك يعني أرهقتين كده في الهناية في القصة دي ما هيك زادك أرهقتين يا أنا ما أرهقتك والله بالعكس أزغل اللطيفة وظريفة وسريعة رح منه نمبر ون في الساحة كل ذلك بمميزات والله عندك روح تشير روح وتكون باقي لك روح أو تجاوب أو تشير روح تجاوب لي أنا دائر أزم أنا دائر واحد نمبر ون اسمه نمبر ون رقم واحد في الرأي كده في الساحة الفنية الرقم واحد بس في الفنانين الشباب رقم واحد في الفنانين الشباب حسين الصادق حسين الصادق طمام إنتاج للأغاني محافظة على الجمهور اللونية مختلفة تحية لإحسين الصادق نقول للرمضان كريم وربنا الدول الصحة والعافية طيب آخر حاجة أنا مش الأخر حاجة طمان دمغة بيسمة رسوم مغادرة أو دمغة مغادرة دمغة مغادرة دي من الدهلة بتلصيقها لزول وماشي قدر تظهروا من هذا بتقول له يا أخي تخاري من حياتي تاني أنا مادر أشوفه بكل كله هتلصيقه بيظهر من ذلك من هنا ولي قدام هم 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 من هنا ولي قدام مادرت شوفه الضدة مادرت عمل مع ذلك تلصيقه بظهروا وغراد خاري من الحياة أنا ما يعيب أقول تلك ذول متسامح ممستحيب يكون ما في ذول والله والله أي ذول لصيقه لي ذول خير أنا أتحاكل معك أسبك لصباحا سا لا بتأكيد بيكون في ذول لصيقه لي الدمغة داخل يمشي بس ما بدرت تتكوه أنا من دون دمغة لكن باللصيق لي بمشي لا أنا دار الدموغة لتلصيق بظهرنا بيهوش وطوالي وطلعي؟ هاي بيهوش وطوالي مش طوالي نموه وطوالي واتخرج شوف عاركيز يشوف ناس وقال الله يا أخي أنا أنا بقعد أنا الحلقة ديلة وبيقت زمانة ستين دقيقة ما عنده مشكلة ها قعد بس حقودة يا أخي لما أنت قلت ليسم ورد لي يعني ما ممكن يكون ذول ما في زباب في حياته ما داره تاني شوفه بعد الهو مكابر يعني ما داري شي نروح وداري جاوب ما داري جاوب لكن ما في المنطقة جاوب ساي بس ما يلخب يتلزق ساي أقول لك فلان لكن أنا والله ما عندك ما عندك نهاية؟ والله ما عندك زول نهاية نهاية؟ حاليا حاليا أنا معا يعني ما عندك زول أنا أي زول أنا أظل دراك كده قبل كده وعمل لك مشكلة ما هي لكن هو ما قاعد لك نسي أصلا تخير إياه ناسا؟ ها يا برضو للصيقرة ما مشكلة أنك في البو للصيقرة مر وعد عجل تاني معي ذات ها يا والله حتى أصحابك الجميل؟ نعم للصيقرة الجميل ها يا صيقرة الجميل تمام طيب نحن انتهينا من الهرم الأسود إننا سؤال واحد لكن هتكون هتخش التابوت ده؟ كويس؟ ها أقول يا محمة طونة طيب هتخش التابوت حل سألك له؟ هتجاوبه شوف يلا أنا أحديك حاجة التابوت ده عنده شو فيه عند شارف فيه قفل ببرد عنده طرعك من التابوت بيحتمد على سرعتك في الإجابة يعني نفسي وقفة تكديلة ويقفتها ليه جوه هناك؟ أنا ما عنده مشكلة كنت تعفين جوه هناك؟ تعفين عادي تكون قاية جوه هناك؟ أنا بشين مفتاحين بجيب كرسيدة وبجيب ليه قهوة بقوله تمام؟ ده التابوت طبعا ده 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 ملك تهارغة ده 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 لم تشارك في أي تظاهر سلمية ولم تدعم الثورة بأي شكل كان هل كان ذلك بسبب عدم قناعتك بالحراكة الثوري أم بسبب انتمائك للجيش طيب أنا سألت السؤال ده كثير ويجاوب تعالى الحاجة اللولة لم تشارك دي أنا شاركتها شاركتها في الغيادة العامة وفي توسيق على الكلام ده وفي فيديوهات طلعت ما ألاقتنا صور ولا فيديوهات ما أشوفنا نهاية ما ألاقتنا نهاية لا فيه والله عشية الغيادة العامة ممكن 4-5 مرات وانت كنت أصلا في الجيش ولا قبل ما لا الجيش ده بعد السور أصلا بعد السورة بعد السورة بعد السورة بعد صوت النظام انت ضابط صف ضابط صف ضابط صف ضابط صف ايوه فيها بتفريق يعني ضابط صف من وكيد عريف لحد صور انت ضابط صف من النجمة والتماشم واللازم والأفوق ايوه اللي مشير ضابط خويس يعني دعمتها جيت الغيادة وقعدت ومع الشباب جيت الغيادة وقعدت مع الشباب وعملنا مزارات من برمان شرع النيل قبل صغوط النظام حركت الأساتي كده حركت الأساتي كده ايوه خيو الله 3-2-13 فيه ناس يشهدوا على الكلام يعني يعني الحاجة دي شعوره من الزهد ويعملوا يعني مايراجي منها حاجة كويت بهمونا صبضبه بضي بأسه الارتغازات الليلة المنتشرة بتجيبي فيها بتقول مايرسوا ردها أو بتقول والله قبل ما اقول بيقوم باستاذ يا استاذ يعلم وانا زوقه هنا ببتخج بالاستاذ يعلم ما بتخجب البطار لا مرات بحتاج والله والله أرى بتلقى زول ماي بدو أرغب أي شيء بهمونا ناسعيب جدا الله بالحلقة ويعني مبسوط كتير أنك كنت معي ضغب عليه لأنني أنا بعزك شديد وبيحبك شديد أنا بخليك كده جايش كده وحبشي حبشي لمشواره وبجيك خليك بتأكي ببشي وبجيك نلتغي في حلقة جديدة إن شاء الله كنوا في أمان الله بإذن الله السلام عليكم خلاص خلاص يا عفد هلس لكن جرست يا سعادة لا ما فيه جرست والله يا سعادة هناك لالجمر تطد لله سعادة لا أجل الحينش يعني جرست لا جرست لما فيه جرست لا لا ما فيه جرست والله والله يقعد لي بقرة والله طمم تعال تعال هنا تعال هنا تعال هنا يا مامون مامون يا أخي أنا مقصود بك شديد كيف هنا سعيد بك جدا إن كنت ضيب علينا الليلة التعبوط مزيد من التوفيق والنجاحات يا رب دائما كده يعني مبدع ومن الفنانين المحترمين المهزبين اللي عندهم منتوج غنائي محترم يحترم برضو يعني فأنا شكر لك والكلمة الأخيرة لك لجمهورك لأسرتك للحد كله صنوات وطيبين ورمضان كريم سموة وفتر على خير وبرنامج ده ظريفي ما زي ما قايلين حبيبي حبيبي لا ما ينته ما عندك حيات كده يعني كفاوة كبيرة شيء آي الحمد لله الحمد لله فعلش شاكتك كدير؟ طيب بالنسبة الروحين ديلنا ها زيد شيروا معاق خلق ديني بهم حلاوة عدونا ديك بونقهوا شكرا لكم عزان المشاهدين كانت دي حلقتنا الليلة من التابوت نلتقي في حلقة جديدة كولوا في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة